بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني العزاء أهلا بكم في شرح جديد على قناتي قناة من حقيقة أن تعرف كثير من الأشخاص طلبوا مني طريقة التنظيف الذاتي في المكيف كيف يقوم المكيف بالتنظيف ذاتيا إذن في الريموت كونترول سنجد هذا الزر كلين كما تلاحظون كلين تعني التنظيف أو زر مكتوب عليه التي تعني التنظيف الذاتي ليست متوفرة في جميع المكيفات المكيف الذي تجدونه متوفر في هذه الخاصية تجدون الزر موجود في الأسفل مكتوب عليه التي تعني التنظيف الذاتي إذن كيف يعمل التنظيف الذاتي في المكيف سنرى الخطوات بالتفصيل في هذا الشرح فتابعونا حتى الأخير لا تنسونا بجمل الفيديو ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة إذن المكيف يشتغل بشكل عادي يبرد نقوم بالضغط على الزر كلين لتظهر هذه سيلف كلين يعني أو تنظيف ذاتي إخواني تظهر هذه الإشارة في شاشة المكيف معناه أن المكيف بدأ عملية التنظيف الذاتي تفعل هذه الخاصية إخواني إذا كنت خارج من الغرفة أو أردت إطفاء المكيف يعني في آخر النهار يعني تقوم بهذه الخطوة مرة في الشهر أو مرة في الشهرين إذن بعد الضغط على الزر إخواني ماذا سيحدث للمكيف وكيف سينظف نفسه ذاتيا ستتوقف المروحة الداخلية عن العمل بعد دقيقتين أو ثلاثة دقائق تبقى الإشارة هذه سيل في الشاشة والمروحة تتوقف عن العمل يعني تتوقف عن الدوران أما المحرك فيبقى يعمل في الخارج يبقى يعمل المحرك ويبقى يضخ الغاز بشكل عادي والمروحة متوقفة في الداخل كما تلاحظون هنا إذن بعد مدة من الزمن بعد خمس دقائق سيتكون جليد على الأنبوبين معا كما تلاحظون على الأنبوب السحب وأنبوب إخراج الغاز يعني يتكون جليد لأن المروحة الداخلية متوقفة حين يتكون جليد هو معناه أن الرطبة الموجودة في الهواء تتكثف على الأنبيب الباردة فتتكون رطوبة وماء لاحظوا الكمبريسور أو المحرك الخارجي يبقى يعمل والمروحة الداخلية تبقى متوقفة فحين الاشتغال لمدة خمس دقائق سيتكون الجليد على الأنبيب وبالتالي هذا الجليد سينتقل إلى الوحدة الداخلية كما سنلاحظ لأن المروحة متوقفة ولا تقوم بعملية التبادل الحراري فمدة خمس دقائق إلى عشر دقائق من العمل سيتكون جليد كما تلاحظون من تكثف الرطوبة الموجودة في الهواء في الوحدة الداخلية حين نفتح الغطاء وننزع الفيلتر سنرى بداية تكون جليد على المبخر هذا اسمه المبخر في الداخل أو إيفافوراتور باللغة الأجنبية لاحظوا بداية تكون رطوبة وجليد هذه الرطوبة إخواني هي ستكون ماء هذا هو الماء هو الذي سينظف الغبار والأتربة الموجودة في الوحدة الداخلية يعني بعد مدة سيصبح ماء ورطوبة وينظف كل الأتربة والأوساخ حين يذوب لاحظوا إخواني تكون جليد ورطوبة على الوحدة مواصير أو النحاس الداخلي للوحدة الداخلية إذن بعد تكون الجليد ماذا سيفعل الكمبريسور أو الوحدة الخارجية ستنطفئ يعني يقوم بالفصل الوحدة الداخلية تقوم الخارجية تقوم بالفصل فيذوب الجليد كما تلاحظون الموجود في الأنبيب وتبدأ المروحة الداخلية في العمل يعني هنا الماء سيصبح يوجد ماء في الوحدة الداخلية ذلك الماء هو الذي سيقوم بالتنظيف ويزيل الأتربة والأوساخ بعد مدة إخواني من اشتغال المروحة الداخلية وإزالة الجليد سيقوم المحرك الخارجي أو الوحدة الداخلية بإعطاء أمر للوحدة الخارجية بالاشتغال على وضعية التسخين سيشتغل في الآخر المكيف على وضعية التسخين ليقوم بتجفيف كامل الماء وينطفئ مكيفك إخواني هذه هي خاصية التنظيف الذاتي وهكذا تعمل إخواني أرجو أن أكون قد أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته